السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اه لو انت جديد معينا تتفضل اشترك وفعل الجرس عشان انشاء الله كل جديد. ولايك وشير لو الفيديو عجبك ان شاء الله. طبعا بناء انا على صلف كتير جدا من متابعين القناة. اه كراءة كراءة العطفية لموليد برج ستور. ان شاء الله. اه بس الاول عايز اقولوك على حاجة. ان الاول ان كل موليد برج ستور سلكيا. فيه دعم كبير وحظوص كتير. رغم انك مش حاسس بدا دلوقتي. بس على اقل حاسس بالزيته. اغلب الحضور سواء العاطفية او العملية او المالية هتكون متتالية ومفاجأة بشكل كبير ليك. اه اما عاطفيا الفترة دي هتحس انك عايز تبقى مستقر ومش عايز تدخل في اي جدال او مشاكل مع الطرف الثين. في الاول بسم الله الرحمن الرحيم. شايف اطاقتك. السرابية يا برج الثور. اه فيه طاقات نارية. وطاقات هوائية. اه فيه حالات انفصال كتير. شايف حالات انفصال كتير. اه. الاسباب. اه اسبابها بتنخطر ممكن ما بين. خيانة. اه خزالين. اه احساس بان الصرف الثاني اه اناني او غير جدير بالعلافة. يعني وهنا ممكن القراءة تكون تكون عكسية يعني ممكن يكون ده احساس عندك او عند الصرف الثاني. في بعضكم عايش في حالة حيرة وتردد يعني اه الحيرة وتردد دي لبعضكم سببها ان رجوع الصرف الثاني. او الصرف الثاني عاوز يرجع. في بعض منكم. لان انا شايفة فيه هنا حالات كتير قداني. اه بحب اقول الكراءة مش مجرد ان انا بقرأ كرت او اقول اللي على الكرت وخلاص. اه اه اه. الكراءة الروحانية اني لازم اشوفها من كل جوانبها. بحيث ان فيه الاف بيسمعو. يعني على قد ما اقدر تنطبق مع مع اغلبكم ان شاء الله. العيش البعض منكم اللي عيش في فترة حيرة وتردد ده بعد برجوع الصرف الثاني مش عارف ياخد القرار يعني مش عارف ياخد القرار سبب حرته يعني ان هو مش عارف ياخد القرار يرجع له ولا ينسى العلاقة ويبدأ من جديد. ده السبب اللي انا شايفة قداني. اه في بعضهم كان فيه علاقات مع ابراج هواقية. اه فيه فرق في السن. فرق في السن مش صغير. اه اه العلاقات دي ممكن الطرف الثاني فيها بعضهم كان متزوج وممكن اكتر من مرة. يعني مش الزواج مش مرة مش مرة واحدة. اه شايفة كمان ان في علاقات كان الانفصال فيها بسبب رفض الاهل. بصوا العلاقات اللي فيها فرق التاني دي على فكرة الطرف التاني بيحبك جدا. وعايز يعمل عشانك حاجات كتير. اه بالزبط ان هو كمان يعني احساسه ان هو كان عنده تجاره سابقه قبل كده. اه يعني هو في علاقته بك مش عايز يقرر حاجات كتير مرت في حياته. يعني حاجات مرت في حياته. هو محبهاش. اه مش عايز دي قرارها معي. هو عايز يبدأ معك من جديد. انت كمان يا برج السور شايفة كتير منكو عايزين علاقات جديدة. يعني ورايحين بالفعل لعلاقات جديدة. بس عايز اقول لك ان في الفترة دي برج السور احزر من التهوض. يعني كل قراراتك كل اختياراتك لازم تكون مدروسة ومحسوبة. اه في الفترة دي كمان يا موليد برج السور انت بتحس شوية بلغبطة في حياتك. يعني اللغبطة دي او الارتباج ده انت بتحس بي ان هو بيأثر عليك. بيأثر عليك بالسلب يعني اللي هو حاسس انه موقفك. يعني بيأثر عليك وعلى تقدمك سواء عمليا او عاطفيا. اه تحس يعني انت كمان حسس ان في جوا الجرح. هنشوف دلوقتي هنشوف دلوقتي وحنا ماشيين كده مع بعض واحدة واحدة الجرح ده سبب و ايه. بس انت رغم الجرح الكبير اللي جواك ده انت بتتظهر بالقوة. يعني انت من قدام الناس اه مش مش مبين. يعني مبين اه في موقف قوة. في كمان حاجات انت بتحاول تكتشفها. او عايز تعرف حقيقتها. حاجات كده بتنعكش فيها في الفترة دي. بس ده يعني هيحصل ان شاء الله. يعني هتحصل على آآ عليها او اللي انت بتدور عليه ده في الفترة اللي جاية القريبة دي ان شاء الله. برج الصور انت بتقدر تفكر في اللي فات كتير. يعني شايفك بتفكر في اللي فات كتير جدا. يعني بتحس ان مفيش حاجة او علاقة تكمل معاك خالص. آآ هنا لازم اقول لك. ويبقى قولها على طول ودايما وكل كل برج بشوف نفس التفكير ده. ان آآ انك لازم تنسى اللي فات. يعني لازم تنسى اللي فات وتبصل قدام. في علاقات معينة طبعا. يعني دايما اللي يسمعني. ياخد داله يعني اني بقول لناس كتير. فاحنا هنيجي واحدة واحدة مع بعض في كزة آآ علاقة او الاراية اللي قدامي هقولها آآ بكل السرق الممكنة اللي الكارت عاوز يوصل هوله. فهنا في الحالات اللي زي دي آآ انك تبصل قدام يعني طبعا زي ما قلت آآ لان انا قلت لك في الاول ان كل الحظ بطريقك. فبلاش انت بطريق تفكيرك تعطيك. لان احنا لما بنبقى طريق تفكيرنا سلبية وافكرنا عن نفسنا سلبية او عن الحياة سلبية فاحنا بالشكل ده بنجلب لنفسنا السلبي. فهنا انا بقولك لأ انت اللي قدامك حلو جدا وبلاش تفكر في اللي فات خالص آآ وما تبصل طريقة تفكير دي امورك كلها هتتحصل ان شاء الله. وهتشوف حاجات تماما كنتش يخد بالك منها. يعني آآ كأن حد على عنيه غشاوة كده وتشالت. وده هيبقى على كل المستويات يعني مش عاطفيا بس. آآ سعالوا بقى نشوف شوية كده بقى انا واحد للإيجابية يعني اللي انا شايفاها في القراءة آآ بالنسبة للمنفصلين البعض منكو فيه جوع للثرف الثاني لان انا شايفا هنا ان الثرف الثاني او الحبيب بيفتقدك جدا بيفكر فيك دايما. يعني في حاجات كاي بتحصل بينكو كلامكو تفكيره يعني عبارة عن ان هو بيفكر في ذكريات. فآآ يعني شايفا اللي هو تفكيره فيك مش مش بيلومك بالعكس تفكيره ايجابي وبيبعث لك طاقات إيجابية برج السورة عموما أنتو عندكم أمنية أو على طول بتدعو في حاجة كبيرة نفسك وتتحقق أو نفسك وتحصل هي هتتحقق إن شاء الله وممكن كمان نقول إن هي بدأت يعني إن هي بدأت تتحقق في الفترة دي بس هتحفها بالتدريج في أمور سيئة على مستوى العلاقات العسفية أمور سيئة بتنتهي وفي فرحة جاية إن شاء الله برج السورة علاقتك مع الأبراج المائية الأبراج المائية اللي فيها انفصال العلاقة كان فيها سوء تفاهم دايما يعني ما كانش فيه تقريب لوجهات النظر بينكم الطرف الثاني هنا آآ حاسس برضو إنه اتجلم بالعلاقة وإنه قدم كثير وممكن ده يرجع زي ما قلنا لسوء التفاهم يعني هو فيه سوء تفاهم بينك ونتو اللي اتنين لأنه شايفة إحساس ده عندك وعند الطرف التاني برضو يعني ما كانش حد فيكو قادر إنه يفهم التاني آآ رغم إنه انتو اللي اتنين حوالتو آآ شايفة برضو فيه انتصار ليك يا بورج ستور إن شاء الله وده برضو قريب آآ آآ يعني بالذات إن شايفة إن فيه كتير منكو عنده إحساس بالظلم والغدر وده ممكن كان آآ توجود أو ما علاقات ثرابية زيك بس إن شاء الله نترك قريب الظلم اللي انت حاسس بيه ده اللي عندك مش في العلاقات العاطفية بس آآ في بعضكو حاسس بيه من ناحية الأهل في منكو قرر يبعد يعني هما ممكن ما يكونوش أهل قوي آآ المهم إن هما ناس قريبة منكو بطمينك برضو يا بورج السور لأن شايفة يعني برضو إنك عندك حالة قلق كبيرة عند كتير منكم آآ بطمينكو إنها هانت والأمور هتتحسن للأفضل إن شاء الله حسن في أمور كتير ومواضيع في طريقها للأفضل إن شاء الله يعني أنا عارفة من الفترة اللي فاتت كانت صعبة ومملة يعني وجاء لكم وقت آآ حاستن خلاص صبركم خلص بس إزاي ما قلت هانت وفرح كتير من الثانيك إن شاء الله يعني حتى اللي مش عايز علاقات جديدة اللي مش عايز علاقات جديدة ربنا هيعوض بحاجات كتير قوي يعني أنا شايفة فيه منكم مش عايز علاقات جديدة ولا قديمة يعني فيه منكم عاوز استقرار في حياته كده الحياته الخاصة فشايفة إن الحادة في الحالة دي أنت هتتعاوض بحاجات كتير قوي بس مطلوب منك إنك عايد حساباتك يعني لازم برج السوري عايد حساباته وطريقة تفكيره في أمور كتير عشان التغيير ده يحصل شايفة هنا علاقة مع أبراد نارية فيه في حياتك يا برج السور يعني فيه في حياتك حد حبيت قوي يعني حد يعني حب ما حستوش قبل كده حسيت إن ده أكتر حد بيفهمك يعني أنا هنا شايفة قدامي فيه حالة حب أنت مريت بيها يعني كانت بالنسبالك أصدق حالة حب أنت مريت بيها الحالة دي أنت فيه تواصل بينكم فيه تواصل بينكم كبير العلاقة دي انتهت فجأة فجأة ومن غير مقدمات أنت نفسيتك تعبانة اللي بيمر بالحالة دي هو نفسيته تعبانة جدا عايز تعرف إيه اللي حصل طرف التاني برضو لسه بيحبك وبيفكر فيك بس أنا شايفانش عايزي تكلم على أقل في فترة الحالية بس تقريبا العلاقة دي دخل فيها طرف ثالث دخل فيها طرف ثالث خربها يعني وممكن الطرف الثالث ده يكون عبارة عن نقل كلام ممكن يكون حسد ممكن حسد حصل للعلاقة نفسها يعني في حاجة حصلت والطريقة مش الطريقة اللي حصلت بيها الحاجة عشان العلاقة دي تقف هي طريقة غير مباشرة يعني مجاتش مجاتش كده طريقة مش مفهومة بس اللي قدر اقوله ان انا شايف ان الطرف الثاني في الحالة دي هو مش نفسيك يعني بيفكر فيك بيحبك آآ زي ما قلت هي تقريبا العلاقة دي كانت مع برج نيلي طبعا قلنا مش لازم الابراض قويس آآ آآ هنروح هنا للعلاقات اللي تم فيها انفصال او بيتم فيها انفصال لان انا شايف علاقات بريدي انت تم فيها انفصال وفيه علاقات حاليا فيها فيها انفصال آآ بعضها مع ابراج ترابية آآ فيه في الحالات دي تم اكتشاف خيانة فيها انت بعت آآ في حالات انت فيها بعت وانت سعبين جدا طرف الثاني برضو مش مرتاح مش مرتاح وحاسس ان هو اذاك آآ فيه برضو انفصال كمان مع ابراج هواقية آآ فيه شايفة اختلاف وجهات نظر وفيه مشابات كلامية يعني انا شايفة ممكن فيه تطاول بكلام يعني محدش فيه كتنازل او حاول يفهم الثاني عايز ايه او بيقول ايه اصلا انا شايفة آآ خبط في بعض كده فيه عند كتير بقيت شايفة ان فيه علاقات هنا كتير فيها رجوع وشايفة ان فيه علاقات يا برج الثور انت لبعت علاقات تنعت فيها لكلام الناس مش لقلبك وعقلك في علاقات انت اسمعت فيها لكلام الناس واخترت بحد بيحبك وانت دلوقتي حافظ ده بس احساسك ده وكأنه انه بعد سوات الاوامل يعني مش آآ يعني ممكن تكون انت ارتبطت بحد تاني او هو ارتبط بحد تاني انا بتكلم هنا عن العلاقات اللي بالشكل ده اللي حصل فيها ان برج الثور هو اللي تخلى آآ شايفة شايفة القراءة حلوة آآ فيها جانب كبير ايجابي شايفة فيه رجوع بنسبة كبيرة لو تكلمنا عن مجمل القراءة فيه رجوع بنسبة كبيرة بالذات مع الابراج النارية والهوائية الرجوع بسبب ان الثرف التاني لسه بيحبك يعني انا شايفة فيه حب من الثرف التاني بيفكر فيه ومش مرتاح وهو مش معك آآ كمان في حاجات آآ الثرف التاني اعمالي يعملها بيغير بها حياته يعني ممكن يكون شغال على نفسه لو حاسس انه غلطان في حاجة او كان بيتعامل معك بشكل مش كويس او ايا كان السبب هو يعني المهم هو عمال بيصلح في حاجات في نفسه يعني هو مش عايز يرجع لك كده يعني انا شايفة الثرف التاني هو ده حاله دلوقتي تفكير فيك آآ مش مش نافيك وانه بيحاول يشتغل على نفسه في للاحسن شايفة ان فيه علاقات انت اللي نهيتها او مش عايز تكمل فيها وده هنا السبب آآ ممكن طرف ثالث او معاملة سيئة من الشريك آآ في الحالة دي عايز اقولك انك لازم تشغل دماغك عشان ترجع حبيبك يعني فيه حالات لو حصل فيها ان حسيت ان الشريك يعني فيه حد تاني او بيميل لان انا شايفة هنا في حالات معينة آآ ان فيه الشريك فيها مش خاين هو عنده تشتيت ومتلغبط فحاول تزبط الامور بالحكمة والصبر لانهم مطلوبين جدا منك في الحالة دي الغير مرتبطين في ارتباط وفي الغالب هيكون عن طريق حد يعني هتتعرفوا عن طريق ناس مشتركة تعرفوهم او في سفر وفيه نسبة هيكون الارتباط من جنسيات مختلفة آآ الكراءة كويسة الصراقة العاطسية كويسة آآ آآ اتمنى لكم السعادة والتوفيق والنجاح وكل امور حياتكم يا رب آآ هستنى منكم التعليقات اعرف ايه رأيكم في الكراءة آآ وما تنسوش اللايك والشير لو عجبتكو آآ شكرا مواليد بورجي سور للمتابعة